جهود كبيرة تبدلها مصر في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها أمن قومي للدولة المصرية وتعمل مصر على حفظ دماء الأبرياء من الشعب الفلسطيني في قطع غزة بالمطالبة المستمرة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الحقوق الفلسطينية في إقامة دولتهم المستقلة دور فاعل تلعبه مصر للمساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية بوجه عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص لما لها من قوة ومكانة وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي وتحرص القيادة السياسية المصرية على المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية من أجل الحصول على حقوقه المشروعة لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها الكدس الشرقية ونجحت مصر في وقف إطلاق النار بقطاع غزة في مايو 2021 وأغسطس 2022 لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها فضلا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني وتحرص مصر دائما على إيجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الأمم المتحدة ومن الدول الأعضاء بها وكذلك من المنظمات الإقليمية والدولية بداية من عام 1962 حيث دعمت مصر الإعلان الفلسطيني عن دستور في قطاع غزة مرورا بمشاركة مصر في التوقيع على اتفاق أسلو الذي توصل إليه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي في سبتمبر عام 1993 وحتى ترح مصر مبادرة للقيام بدور مباشر في تهيئة الأجواء أمام تنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في يونيو 2004 وتؤكد مصر دوما منذ عام 2014 على رفضها التام واستنكارها للتصعيد من الجانب الإسرائيلي وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولية مطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى وعقب عدوان مايو 2021 كانت هناك توجيهات الرئيس السيسي بنقل المرضى والحالات الحرجة للعلاج بالقاهرة كما أرسل الهلال الأحمر المصري مواد إغاثية ومستلزمات طبية إلى القطاع وتوزيع خمسين سيارة إسعاف مجهزة في معبر رفح الدور المصري لم يتوقف عند هذا الحد ولكن في منتصف 2021 أعلن الرئيس السيسي تقديم مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في غزة فضلا عن التأكيد على أنه لا سبيل من إنهاء الدائرة المفزعة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية موسيقى موسيقى